ونواصل سلسلة التساؤل هل يمكن إصلاح الإسلام قلت لكم في الحلقة الأولى أن يعني فيه رئيس قسم دراسات إسلامية في ألمانيا كتب لي رسالة وقال لي تعالى نحاول ندور على سبل لإصلاح الإسلام مع بعضين يعني كده بطريقة نقضية طبعا وأنا كنت كتبت له في النظرية الأولى من نظريات مناعة الإسلام ضد الإصلاح كذا بنت يعني أكرر بعضهم وأكمل البنود له أنا من وجهة نظري صعب إصلاح الإسلام نظرية ألوهية القرآن وعدم المساس به أنك تدرش تنتقده نظرية أن النبي قدوة حسنة للمسلمين على كل المستويات سياسيا واجتماعيا وأخلاقيا دي تعوق لأنه عمل أشياء مينفعش نطباها على أرض الواقع في مجتمع ديمقراطة النهاردة حيسبب لنا مشاكل فلازم ننفصل عن هذه الفكرة فكرة القدوة الحسنة وفكرة ولهية القرآن وعدم المساس به وطبعا العيب الخلقي للإسلام وهو مزج الدين بالسياسة بالتشريع بالاقتصاد بشؤون المجتمع بشؤون المؤمن وحياته الخاصة يحب بإيه وياكل إيه وينمع مين ويتجوز مين ويخش الحمام إزاي يعني ما سابش حاجة الإسلام يعني ما حشرش مناخيره فيها فدي صعبة أنك تفصل ده عن ده يبقى لازم تتخلص من كل الحاجات دي كلها الشيء التاني طبعا إن ما فيش مؤسسة مركزية تقدر تاخد فكرة الإصلاح دي وتطبق وتطبق على المدارس وتطبق في السياسة وفي الإعلام وكما فيش ده حيقولك موافقين على الإصلاح في الحالة الفلانية هتلاقي مجموعة تانية يقولك ده مش الإسلام الصحيح ده بيحاولوا يقلدوا الغرب ده الغرب بيحاول إن هو يعني يعوم الإسلام بتاعنا كده ويدينا إسلام مايع ما فيش جهاد وما فيش خلافة وما فيش قوة وما فيش عزة عشان الغرب يساتر علينا نظرية المؤامرة عائق مهم جدا من معوقات إصلاح الإسلام من أي حد يجي مصلح يقولك ده الغرب هو اللي محركه ده من اللي بتفعلك ده صهيوني ده صهي علماني صهي أوروبي أمريكي يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله أن يتم نور أي حاجة حد ينتقد يقولك عايز يطفئ نور الله ما شاء الله نور الله مالي الدنيا شفتوا نور الله مالي ألمانيا وفرنسا وأمريكا إزاي والناس منبهرين بنور الله للإسلام عما ينشره في البشرية حقوق إنسان إيه بقى واقتصادات بارعة واختراعات كل يوم نور الله عما مكسر الدنيا فالناس غيرانين منه ده المنظر بقى أنت في حديد الدول في كل حاجة بس مقتنع أن الناس غيرانين منك ومن إسلامك الجميل مش إن الناس عرفانين ومرعبين وخلاص طهقوا مش قادرين خلاص يعني يتعاملوا مع هذا الفكر لا أنت مقتنع ده هم غيرانين مننا عشان الإسلام جميل قوي وبهرهم فكرة طبعا إن الإصلاح محتاج شك وتشكيك ده مهمة جدا فيش إصلاح بيجي كده بإجراءات سهلة لازم الناس تشك في مسلمات لازم تهز يعني أركان المسلمات الإسلامية لو عايز تعمل إصلاح لكن الإسلام بيعتبر الشك رذيلة المسلم هو بيحج ويطوف حوالي الكعبة فيه دوعاء كده بقول اللهم إني أعوذ بك إنه الشك ويشيرك الشك ده اللي هو يعني خلى أوروبا أوروبا الشك ده مطور للتقدم إنه يغير لازم تشك لازم تتساءل لكن إحنا مش ثقافة أسئلة إحنا ثقافة إجابات جهزة ومغلفة ثقافة إجابات جهزة ومغلفة الحقيقة هي في جيبي ما تروحش تدور على الحقيقة ما فرطنا في الكتابة من شيء القرآن فيه كل حاجة طب حتصلح هي حتصلح هي أنت بتقولي القرآن فيه كل حاجة طب حتصلح هي ما عرفش أطفاقة هتحرك بره القرآن حتيجي تقولي أنت كفرت قلنا حد الردة وقانون الصدراء الأديان صور ثالث بحج حماة الدين بقى الأظهر والمؤسسات البوديجاردات بتوع الإسلام ما يمنعوك تعمل أي حاجة يقولك ده سوابة الأمة ده هوية الأمة ده بيقضي على الأمة الخوف الرعب إن أي نقد يهز إيه الهوية للتعبانة دي إيه الهوية للتعبانة دي إيه الهوية للتعبانة دي اللي أي نقد بيخليها تتشحتف على نفسها وتخاف وتحس بال الهوية اللي لو شفوا شوية شيعة بيتكلموا عن عقدتهم يقولك ينشرون التشيع لو شفوا شوية مسيحين معهم كتب تبشيرية يا نهر يسود التنصير التبشير طب ما أنت عملت بشر في الدنيا كلها أنت يا أظهر ما أنت عملت بعت أئمتك وتعلمهم إنجليزي وألماني وفرنسا وتقول لهم روح أدعوا إلى سبيل الله أدعوا الناس للإسلام مش دينك إنت قوي جميل وأركانه تا ما تخشي المسابقة مع الشيعة ومع المسيحيين ومع البوزيين كده وخليهم يبشروا عندك ونت تتبشر عندهم والناس تقتنع لا أنت مرعوب مرعوب ليه عشان حاسس بعقدة نقص ما هو أنت لو مقتنع إن أفكارك ودينك حميين نفسهم بنفسهم بالمنطق وبالحجة مش هتخاف من لا تشيع ولا تناصير ولا البوزية تيجي تنشر أفكارها ولا البهائيين ينشروا أفكارهم عندك مش هتخافت منهم لكن أنت خايف ليه لأن الفكرة الوهية تحتاج أسوار تحتاج تخويف ما تنتقدنيش أنا أنتقدك وأنشر الديني عندك بس أنت ما تجيش تنتقدني ولا تنشر الديني عندك هو كده فطبعا ده صور أنك مش هتعرفش لازم تطرح الأفكار دي في سوق الأفكار وتتعامل بالحجب ما عندكش أنت الاستعداد ده الإصلاح محتاج تعاون مع الغار عشان يتعلم منه تقدم إزاي تقدم في العلوم إزاي غيّد طريق تفكيره إزاي وصل لهذا القدر من الحرية والتقدم التكنولوجيا إزاي لازم نتعلم منهم هما دلوقتي هما الستاندرد هو دلوقتي أي حد أي ياباني أي صيني أي فيتنامي عايز يتعلم حاجة بتعلمها من الغرب عملت الموضوع ده إزاي جماعة صنعته الطيارة دي إزاي صنعته الكمبيوتر دي إزاي صنعته الآيفون لا أنا أستخدمه بس ما أفكرش أنتوا عملتوا كده ليه أنا أخذ الآيفون أسجل عليه القرآن وأسمع وأجتم الغرب وأقول إنما المشركون ناجس إنما المشركون اللي عاموا للآيفون ناجس هذا الإسلام هيدا أتصلح إزاي فأنت لازم تفتح باب التعاون وصول التعاون مع الغرب وبالتالي لازم تنهي هذا الحلم الإسلامي القديم إنك حتنتصر على الغرب وإن أنت حتتعيد تقيم دولة الله مرة أخرى وإنك حتحارب اليهود واليهودي حيستخبع وراء الحجر والحجر حيقول لك إيه الحقيقة مؤمن فيه الحجر وراء يهودي تعالى وقالت له وفلام هاري بوتر اللي أنت مفكرها من ده الدين بتاعك ده لازم تتخلص منه الأول عشان تخش في موضوع الإصلاح لازم تعترف إن ده استهبال ما فيش حاجة يسمع الحجر حيتكلم وقول لك وراء يهودي تعالى فاقتول ما فيش حاجة يسمعها عدوة أبدية بينك وبين حد مش تيجي تقول لي لا ده احنا لازم نحطه في سياقه التاريخي ومش عارف إيه سياقه التاريخي بيقول لك لن تقوم الساعة حتى يحارب المسلمون اليهود حطوا لي سياقه انت بقى قيام الساعة يعني خلى العدوة دي أبدي فيش حل فانت لازم تكتشف الخلل في هذا التفكير اللي أنتج هذه النصوص الركيكة التعبانة اللي بتعلم الكراهية وبس لازم تقول إن اللي يقول إنما المشركون النجس ده بيمحي وجود إنسان بيحقر منه اللي بيقول قردى خاسئين اللي بيقول يعني إنهم إلا كالأنعام بل أشدوا بل أضلوا سبيلا فده كل ده بيعيق الإصلاح طبعا فلازم يكون في تعامل مع الغارف الإصلاح عايز شجاع الشجاع عايز حرية والإسلام ما بيطقش حاجة اسمها حرية حرية يعني أفكر حرية يقول طب ما هو ممكن القرآن ده ما يكونش من عند ربنا حرية يعني أخذ راحتي وأقول إزاي أنا أقتدي بمحمد بعد الحاجات اللي أنا بقراها إنه أخذ صفية سبية في الحرب ونم معها في نفس الليلة مش عايز مش إن أنا أفضل أبرر له أبرر له أبرر له ودي أزمة المصلحين ودي مشكلتي مع واحد زي إسلام البحيري إنه بدل ما يقف عند قصة من ذي دي ويقول الكلام ده نتاج فكر صحراوي قبلي ما ينفعناش لا يقول لكن الرسول مستحيل يعمل كده لين إن القرآن قال وما أرسلناك إلا رحمة العالمين طب ما كانش رحمة لليهود اللي خرجهم ما كانش رحمة اللي بيقول اضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ما كانش رحمة الصفية ما كانش رحمة للناس اللي ماتوا في التاريخ الإسلامي كله من أيام محمد لحد النهاردة ما كانش رحمة المسيحيين اللي تقتلوا في العريش واللي تقتلوا في الكنيسة في رأس السنة في الاحتفالات بتاعتهم فين الرحمات دي بسمت لا هو ما أرسلناك إلا رحمة اللي على مين ربنا قالها يبقى هو الصح طب تطبيق ده على أرض الواقع فين لازم كل ده تطرح النقاش حواليه مش تدافع عن فكرة جوفاء ما بتتطبقش على أرض الواقع إلا بدم وتيجي تقول لي لا ده تطبيق هو اللي غلط ما هو بعدها كل 1400 سنة تطبيق غلط يبقى لازم تتيجي في يوم الأيام وطول ما يمكن الفكرة نفسها اللي غلط الإسلام بيطالب المسلم بالالتصاق بالدين الإسلام والمسلم كان واحد فضاي مستحيل الإصلاح لأن الإصلاح بيتطلب أنك تاخد مسافة بينك وبين هويتك سواء القومية أو الدينية وتفكر وتحس أنا لو مولود في ديانة تانية حبصت على الدين ده بنفس الحماسة والاحترام ده اللي أنا حبصت عليها على الدين ده ولا إن عشان أنا عنديش خيار آخر إن عشان أنا من وانا عندي ست دقايق مولود عمالين يقولوا القرآن وقولي ده كلام ربنا وده كذا والنبي عمل وعمل كذا واسم النبي حرصك وصينا والحاجات دي كلها والأدان والصلاة قبل ما أفكر بيتحشي في دماغي كل الحاجات دي فأنا محتاج المسافة النقدية عشان أفكر واشوف الخلل فين عشان تصلح كيان عشان تعالج مريض لازم الأول تقنعه إنه مريض لازم الأول تقنعه إنه عنده مشكلة وإن المشكلة دي ها محتاجة حلول ولازم تعترف بالخلل وتشوف مصدره فين مش تراوغ وتقول لا ده هما التانيين ده هما السبب لا ده التطبيق الغلط لا ده الدواعش ده الإخوان ده السلفيين ده اللي مش عافئين نا الإصلاح يتطلب التخلص من الخوف والإسلام يحكم بالخوف يحكم بالخوف من الخطيقة يحكم بالخوف من النار يحكم بالخوف من الآخر توجس منه ونظرية المؤامرة ضده وبدغجي الخوف دي القيمة على الترهيب والتخويف بالتعيق التفكير تخليك إنت كده حتفكر في النبي أعوذ بالله مشيطان رجيم يا رب تال لا لا اللهم إني أعوذ بك أنا الشك والشرك والشي قاقي ومش عارف وتروح مدخل نفسك في درواشة لكن التفكير الحل هو أوروبا عملت الإصلاح والتقدم بإنها حررت الإنسان من خوفه ومن التفكير لما إمانوال كانت طرح نظريته للتنوير قال التنوير هو تخلص الإنسان من الوصاية التي فرضها على نفسه بالخوف إنك تتخلص من هذه الوصاية فتفكر فتكتشف الخلل فين فتتقدم فتغير لكن طول ما انت رعب نفسك طول ما انت متخلص من الإسلام ده ما فيهوش خلل وان الخلل في البشرية وفي الناس وفي الدنيا كلها ما على الإسلام عايز تصلح عايز تصلح يقولك إصلاح الخطاب الديني كان فيه الإنسان الرائع مؤمن المحمدي صديق عزيز كان كاتب على الفيسبوك حاجة جميلة جدا بيقول فيها لإصلاح الخطاب الديني دوس نجمة بسهولة كده أه أسهل حاجة يقولك إصلاح الخطاب الديني يعني إيه إصلاح الخطاب الديني يعني هي المشكلة بس مشكلة تسويق الديني ودي مشكلة كبيرة جدا أن الراجل البروفيسور دا لما كتب لي أنه اللي عايزين نعمل حاجة عن إصلاح الإسلام فأنا كنت كتبت له مثال قلت له أنا بسافر كتير بالطيارة وفي الهيام دي بالذات يعني كان تلفون اللي هو جالاكسي كان فيه مشكلة تلفون جالاكسي كان فيه مشكلة أنه هو البطارية بتاعته بتولع بسهولة لما بيسخن يعني بتستخدمه كتير يولع بسهولة بيسخن فكل ما مخش الطيارة جالاكسي طبعا الشركة عرفت الموضوع ومباشرة لمت الأجهزة وصلحت الخطأ وآخر بس كان فيه بعض الناس مرجعوشي للتلفون بتاعه ففي الطيارة يقولك اللي معاه تلفون جالاكسي لو سمحتوا يسلموا للمضيفة لازم الطيار يحتفظ بدا لأن فيه خطورة عشان ممكن يولع عشان ما حدش يستخدمه عشان ما يولعش اللي عندهم تلفون جالاكسي بيطلعوا التلفون على طول وبيسلم للمضيفة ما بيقولهاش ليه العنصرية بتاعتكو دي طب أنتوا ليه ما أخدتوش الآيفون طب أنتوا ليه ما أخدتوش النوكيا طب أنتوا ليه ما أخدتوش السوني لا هم عارفين فيه التلفون دا فيه مشكلة بيسلم ما بيقولش عنصرية بقى ما بيقولش أنت بتفرقي بينه وبين الآيفون لا لأن الأثبتة التجربة أن الجالاكسي بيولع والآيفون ما بيولعش يبقى ما قدرش يساوي بينهم يبقى لازم أسحب الآيفون من السوق وصلح الخلال دا اللي لازم يحصل مع الإسلام أي شركة أي شركة بتقدم منتج للسوق والمنتج دا بيثبت أنه فيه خطورة على صحة الناس أو فيه مشكلة أمنية أو مشكلة تقنية الشركة ملزمة أنها تسحب المنتج من السوق وتصلح الخطأ وتعود كل من خسر شيء أو تضرر بسبب هذا المنتج دا العصر الحديث اللي أنت يا مسلم عايز تبقى جزء منه المنتج بتاعك مليان خلال المنتج الوحيد الإسلام هو اللي كل ما الخلال بتاعه يباهم أكتر نسوأ له أكتر مش نسحبه من السوق لا دا نقول صالح لكل زمان وما كان دا نقول إن دا ما فيش أحسن منه اللي بيسوأه للتليفون الإسلامي أو للمنتج الإسلامي دا مش معترفي الدنيا كلها عمرها تشتكي تشتكي من الإرهاب تشتكي من العنف ضد المرأة تشتكي من جرائم الشرف تشتكي من انتهاك حق الإنسان باسم الإسلام وانت مصمم ابعت أئمة عشان تدعو الناس للإسلام أكتر سوأ المنتج أكتر لا لا اسحب منتجك من السوق وشوف الخلل فين وصلحه البطارية اللي بتولع صلحها وما تخليش الناس تستخدمها غير لما تتأكد إنها مش هتولع تاني لكن تاخد الرزق ده آخر كتاب ربنا جابه للبشرية ده آخر دين ربنا جابه للبشرية مستحيل يكون في خلل لأن الخلل فيه كنتم ده نظرية ده أنتوا بتفتروا على الإسلام ده أنتوا تريدون لتطفقوا نور الله بأفواهكم حدش عايز يطفق نور الله والله حدش يكره النور حدش بيكره النور الراجل الدلائل أما اللي هو عامل دين اللي هو البوذية التبتية من التبت الراجل ده كل ما يروح أوروبا السياسيين والشعب والدنيا كلها بتروح تلتفح حواليه وتسمع محاضرات وليه عشان الراجل ده بيتكلم عن السلام فقط وتعليم دينه وبيتحسوا على السلام فما حد يريدونا ليدفقوا نور الله حد حيدفق نوره الليه ده المسيحيين اللي بيروحوا يبشروا في اليابان وفي في أي مكان بيروحوا يبشروا المسيحيين ليه ما حدش بيزعل منهم غير في مصر عندنا أو في الدول الإسلامية خلاص بيخشوا لما دخلوا المسيحيين اليابان في القرن السبعة عشر الراجل اللي هو ما كانش بيحب الأديان وكان ملحد أصلا نبو نجا قال لهم أنتوا بتدخلوا في السياسة قال لهم مناش دعوا بالسياسة قال لهم خلاص تدخلكوا أحميكوا وبشروا برحبك ولحد النهاردة في اليابان بيبشروا عادي ولا حد بيقرب منهم ولا حد بيقول لهم يريدوننا ليطفقوا نور الله بأفواههم ولا عايزين يمحوا الهوية اليابانية والمسيحية دين غريبة علينا ما حدش بيقول كده ما حدش بيقول كده ليه؟ لأن الراجل بيجي بيقول له محبة وحب جارك وما تستخدمش العنف وصعر خدك للي ضربك على خدك التاني حد يزعل من الكلام ده ليه؟ البوزي بيقول أن الخير جواك أنت والنور جواك أنت وانت بالتأملات ممكن تطلع دوا وتحس في حق هيطفقونا نور البوزية ليه؟ محدش لكن انت بيجي بتقول له بتقول له لو سمح تعالى انت نجس وكافر وتستحق الموت وقردة وخنازير واحترمني يقع بجاح ازاي بقى؟ يبقى هو مش عايز يدفق نور الله هو عايز يتجنب شرك هو عايز يتجنب شرورك فأقول لك ابعد عنه فمش عايز يدفق نور الله ولا حاجة سدقني فدي نقطة من النقاط الأوضاع السياسية في العالم الإسلامي دلوقتي ما تسمحش بحاجة اسمها إصلاح خالص واللي حصل مع إسلام البحاري خير دليل على ذلك إن بعد الإخوان ما حصل معاهم اللي حصل في ربعة وممكن نقف عند هذا المشهد طبعا وننتقد ونقول الدم لأ وكل حاجة بس أنا يعني بعد كل اللي حصل إن لما الإخوان طغوا في حكمهم ظهرت فكرة بقى إن إيه؟ إن الفاشية الدينية دي ما تنفعش للحكم فده شجع واحد زي إسلام البحاري إنه يطلع ويتكلم عن جزء من الحقيقة مش حتى كلها جزء من الحقيقة إن يقول إن الأظهر فيه بلاوي في الكتب بتاعته وإن يقول إن مدارس الفقه بتعلم الكراهية ودي مدارس ثقافة الموت وعنده حق طبعا في ده لا ده لسه فيه كلام كتير لازم يتقال إن القرآن نفسه والحديث نفسه والنبي نفسه فيهم مشاكل فإيه اللي حصل رغم إن إسلام البحاري لا غلط لا في النبي ولا في القرآن رفع للقضية وتحبس وتبهدل وخلاص بقى إيه؟ الموضوع فيه فلازم التحالف السياسي مع الإسلاميين ده اللي هو غير ملعب معلن على الشاشة كده تحس إن إنت إيه؟ إن لا ده الدولة بتحارب التطرف وبتحارب الإرهاب لا الدولة بتحارب خصم سياسي لكن بتسمح بالتطرف وبالإرهاب الدولة لسه متحالفة مع السلافيين اللي بيجيبوا هذا الفكر الدولة لسه بتتسطر على الجرائم اللي بتحصل في حق الأقباء اللي حصل في العريش ده ما يمرش كده والناس تسكت وتستنى الكارسة اللي بعدها زي ما أستنيني بعد كنيسة القدسين ما حصلش حاجة فجأت كنيسة العباسية وما حصلش حاجة دلوقت بتردهم البتاع السيت اللي عروها في المينيا عادي الشيعي حسن شحاته اللي تقتل في بيته عشان أفكار ما أزاش حد سكتنا نحن بنسمح للسرطان أنه يكبر وأي حد ييجي وقول يا أخوانا لازم نصلح لازم نغير الكلام ده كله نرفع عليه بقى أعضايا اصدرق أديان ده أنت ما فهمتش الإسلام غير الإسلامك طلع عين الناس البشرية الناس ارفض المشكلة مش إن أنا جا أنتقده مش مشكلة إن أنت سايبه كده عم ما يلطش في البشرية هي دي المشكلة فأنت لما تيجي تقول لها أنا عايز إصلاح إسلامي تعالي أخد الموضوع بقى كل البنور إن أنا كلمتها دي كلها هنحلها إزاي هنتخلص من هذا المرض إزاي هنعترف إن فيه مرض الأول هننقبل الدواء هيبقى لعندنا الشجاعة إن إحنا نشوف الأزمة ونعترف بيها ونعلنها ولا كالعادة نخفي كل حاجة تحت السجادة ونقول لا 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 ده الإسلام جميل وبريء لا علاقة له بكل دوان وداعش الغرب هو اللي عملها وطبعا القاعدة برضو الغرب هو اللي عملها وأزمة التعليم في مصر الغرب هو اللي عملها وأغزمة الأخلاق والتحرش الجنسي كل الغرب طبعا هو اللي عمله طب مش هنخلص الاعتراف بالحق فضيلة الاعتراف بالمرض هو أول خطوة من خطوات العلاج بعد كده عمل التحليلات اللازمة بعد كده قبول الدواء مهما كان مرّا غير كده محدش يكلمني في موضوع الإصلاح الثاني نراكم في الحلقة القادمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر